تحالف دولي مرتقب ضد ايران لم تتضح بعد الصورة الكاملة لهذا التحالف لكن مصادر مطلعة افصحت عن حراك مكثف تبذله الولايات المتحدة الامريكية من اجل انشاء تكتل عسكري لمواجهة التدخلات الايرانية في المنطقة تبدو لدى واشنطن الرغبة في تشكيل هذا التحالف باقصى سرعة ممكنة فبحسب رويترز تحدث رئيس هيئة الاركان الامريكية عن رغبة واشنطن في تشكيل هذا التحالف خلال اسبوعين وستوفر لدارة الامريكية وفق حديث المسؤول الامريكي سفنا عسكرية لقيادة هذا التحالف الجديد للمراقبة والاستطلاع لضمان حرية الحركة في مضيقي هرمز وباب المندب حماية المياه الاقليمية قبالة كل من اليمن وايران هو الهدف الرئيسي من قيام هذا التحالف الذي سيضم الى جانب واشنطن دولا اخرى مثل السعودية والامارات حيث تتهم هذه الدول طهران والميليشيات التابعة لها بتنفيذ هجمات على اهداف عسكرية تابعة لواشنطن والرياض وابوظبيا وضع مضيق هرمز كهدف وقائي امر متوقع من واشنطن نتيجة تهديدات ايرانية باغلاق المضيق الذي يمر منه قرابة خمس النفط العالمي لكن الامر الجديد الذي اثار استغراب مراقبين هو الاهتمام الامريكي المفاجئ بمضيق باب المندب رغم ان المياه الاقليمية القريبة منه تتعرض منذ سنوات لتهديدات ميليشيا الحوثي الا ان ذلك قد يطرح تخوفات من احتمال دخول اليمن مسارا جديدا من التدويل في صراع عالمي كبير حول نياه البحار